قبل سنة من اليوم استقبل سكان مدينة حيس التاريخية طلائع الجيش الوطني والمقاومة التهامية خرجوا للاحتفاء بطرد الميليشيا الحوثية والترحيب بأبطال الجمهورية تفائلوا حد المبالغة بقدوم الدولة استبشروا بعودة الرواتب والخدمات التي لم يتمتعوا باستقرارها وانتظامها منذ قيام الجمهورية أملوا في عودة الدولة بمؤسساتها توالت الأيام ووجد أهالي حيس أنفسهم ضحية تواجه ميليشيا الانقلاب التي باتت تحدق بهم من كل الجهات تقريبا عدا منفذ واحد نحو الغرب حيس حاضرة تهامة الأولى وأقدمها التي انتسبت إلى القيل الحميري حيس ابن يريم ابن دير عين ابن شرحبيل ابن سبأ غدت اليوم مدينة للخوف واللا أمان حيس جرح تهامة النازف منذ 12 شهرا دفعت ولا تزال ثمنا باهضا للتحرير المنقوص لا يكاد يمر يوم دون أن تمطرهم ميليشيا الحوثي بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية خسرت بشريا ما يزيد عن سبعين شهيدا وقرابة خمسمائة جريح غالبيتهم من النساء والأطفال ناهيك عن نزوح أكثر من ثلاثة آلاف أسرة طلبا للأمان المفقود منذ عام معاناة مزدوجة يعانيها سكان هذه المدينة المنكوبة على مرءا من التحالف الذي يرفض تأمينها وبين عجز ولا مبالاة واضحة من الحكومة الشرعية مر عام على ما يسميه التحالف تحريرا ويعتبره بعض السكان نكبة ولا يزال السؤال الملحو لماذا يصر التحالف على تقديم حيس أنموذجا سلبيا للتحرير الأمر الذي جعل بعض المناطق المحيطة تتمنى ألا تصلها قوات الشرعية إلا بتحرير ناجز غير منقوص